ويمكن ده حضرتك ذكرته في الفنجير رقم 47 انه ازاي الواحد يقدر يمحي تجعيد روحه تجعيد العقلية والروحانية وحقيقي القلب بيطلع له تجعيد ما احنا بنعجز برضه بالضبط ما هو احنا يعني ده برضه بيعتمد على طبيعة الانسان الانسان ده روحه وجسد التجعيد بتاعت الجسد حلها سهل دلوقتي الدكاترة بتوع التجميل سهل جيد بنقدر عليه لكن الحاجات الروح علشان هي شيء غير معروف وغير مرئي لكن هي عميقة جدا في تأثرها وبالتالي احنا بيحصل عندنا مشكلة عقلية ومشكلة روحانية بنعجز روحنا اللي بتعجز ده فقدان الشغف يا سيد زراني ازاي احنا بنفقد شغفنا الحاجات اللي كنا بنعملها زمان فاكرة حضرتك الطفولة احنا بيتغير عقلية الطفل احنا بنعيش فترة كبيرة بعقلية الطفل وبعد كده بنتغير وبنبقى بنكبر دي تجعيد الروح والقلب طول ما يعني كل ما الواحد حاول يحتفظ بعقلية الطفل وبروح الطفل ده الشباب الدائم للروح والعقل عشان كده انا سمتها تجعيد الروح والقلب لانه دي هي اللي بتعمل الالم الحقيقي مش مش تجعيد الجسم ولو حد تقلم ولو حد توجع ولو حد تدايق ازاي يتخلص من التجعيد دي وازاي يتخلص من الالم ما هو احيانا مش كل الناس بيكون عندها القدرة للتخلص من الالم في ناس حساسة جدا طب طبعا طبعا الحساسين دول حلوهم الوحيد الالتجاء الى الله ملهاش حل ملهاش مخل ملهاش حل ملهاش حل لانهما بيبقوا عندهم منوع من الهشاشة ونعمة بالله تستقوى بربك تتحامب في ربك مش ساعات حضرتك بتشوفي في الدراما مثلا يقولك والله ده فلان في العناية مركزة وملهاش حل إلا الدعاء بالضبط الدعاء بالضبط صحيح طيب